السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي لديها رصيد يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لشهر ايلول الحالي والاشهر اللاحقة وقال عضو اللجنة المالية احمد حمار رشيد ان موازنة 2020 بحاجة الى ثلاث اسابيع للتصويت عليها ووضح حمار رشيد في تصريحات ان الموازنة تحتاج الى بضعة ايام لتحويلها الى اللجنة المالية ومن ثم قراءتها قراءة اولى وانها تحتاج الى ثلاث اسابيع بالكامل لغرض التمرير وبين ان الجهات المختصة في البرلمان لم تطلع لغاية الان على الارقام الموجودة في تلك الموازنة وفق ما تحدث لراديو المربط واعلنت الدائرة العلامية لمجلس النواب وصول قائمة الموازنة الاتحادية لعام 2020 الى البرلمان اشتركوا في القناة